بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي بفقرتنا الطبي راح نتحدث عن موضوع الرماد الربيعي إيشوكا تعريف إمتى نبدأ نشعر فيه شو الأعراض وأيضا العلاجات مع الدكتور محمود بطين سباح الخير حضرتك أخي الصائي طب و جراحة العيون أهلا وسهلا فيك دك Kia'in إياك بخير أهلا وسهلا دكتور و让نا بداية نعرف ما هو الرماد الربيعي الرماد الربيعي هو سلينا نتحدث عن نفسه حاسّيث الربيع قبل أن نعرف الرماد الربيعي أو حاساسيث الربيعي سلنعرف ما هو الحاساسية zombies هvation�نطلح هو نفسك مصطلح نفس نفس الشيء بالأمر يعني الرماد الربيعه أو حاساسيث ربيعي هي نفس المصطلح لنفس المرض يعني الحاساسية من تفتح الأظهار نعم فالحساسية هي عبارة عن رد فعل مناعي بنتجها الجسم بسبب مسببات خارجية أو داخلية بالتالي بيصير في عنا إفرازات من لمادة الهيستاميل من الأشياء المضادة بتأدي إلى تهيج الأنسج والأعطاء فهي بتصفي أن الحساسية اللي بتصفي بالأنف أو الجلد أو بالخصبات الهوائية أو بالعين هي واحدة يعني نفس النتيجة من ناحية العين الرمض الربيعي سبب الخارجية هي تفتح الأشجار والزهور في وقت الربيع يعني بداية شهر ثلاثة لحدية نهاية فصل الصيف هاي أكثر وقت ممكن يتعرض فيه للإنسان لهذه المشاكل نعم يعني إحنا عشان نعرف أنه المشكلة من الأزهار بنا نربطها بوقت حدودها في السنة يعني إذا بدأت عنا الأعراض من شهر ثلاثة لأخر الصيف يكون عنا مشكلة تحسسيتها صحيح هي أصلا يعني بتبلش خلينا نحكي بعادة مع الأطفال بين عمر ثلاثة لأربعة سنين تستمر معهم لعمر ستعاش سبع عشر سنة الأقلية بتبلش بتخضلها بعد العشرين شو أهم الأعراض دكتور اللي ممكن نشعر فيها أهم إشي من الأعراض هي الحكة وحمرار العين يعني أكثر الأعراض انتشارا بناس اللي عندهم حساسية الحكة وحمرار العين زي ما احنا شايفين على الصورة يعني هاي الطفل في عنده كمان انتفاخ في الجفن الحمار اللي بيكون على الملتحمة العين مع خلينا نحكي إفرازات السوائل وإفرازات الدمعية الزائدة طبعا انتفاخ اللي شفون كمان بصير وهي الشغلات هي صغار وكبار يصابوا فيها طبعا بالضبط يعني هو بالبلش من عمر الطفولة لأحد يتما يكبر هون كمان في بصير إلتهابات على ملتحمة العين بتكون قريبة حتى من القرنية لما تكون شديدة شوي بالضبط هي ممكن عند الاطفال لها مضاعفات أكبر بتكون من كتر الحكة ممكن القرنية تصير مخروطية 100 بالمئة هذا من أحد المضاعفات الموجودة من التهاب الرمض الربيعي اللي هي القرنية المخروطية لأكثر الناس تعرف عنه وعنه فيه مضاعفات كثيرة ثانية سبب الحكة بالضبط كل مضاعفات أرهمemic ضاعفات بتصير من الرمض الربيعي هي الحكة عشان اكتفنا كلنا إلغي الارب 날 عنيدة الحكة الموجودة عند الاطفال نعم هل نرى كيف يمكن أن يحدث عنه؟ هذه من البضاعفات التي يحدث عنها عندما يحدث عن طفل تقارحات القرنية سلوفينج للقرنية التي زر إلى الجزء الخارجي من القرنية حيث عندما يحدث عنه تقارح القرنية يمكن أن يحدث عنه التهابات بكتيرية وفطرية وهذه يريد علاجات وإن تترك ندبة وممكن أن تؤثر على النظر على الإنسان ومعطر الادخال علاجية جراحية حتى يمكن أن يحدث عن زراعة قرنية هناك أيضاً مضاعفات الثانية وهي السكار أو أن نتبع على جفن العين الداخلي كما نرى في الصور وهناك أيضاً مضاعفات الثانية وهي تهدل الجفون قد ما يفرق الطفل عينه يحدث فيه عن ارتخاف عضلات الجفن فهي يحدث أن الجفن ينزل العلاجات الدكتور يعني ممكن أن يكون العلاج بأطرب مرهم صحيح الأهم شيء بالعلاج من هذه الأحساسية وهي الوقاية لنعمل الوقاية من المسبب يعني المريض اللي يعرف شو اللي بعمله تحسوس لدينا بتعنيه أسبق المصدر كورد أو زهرة معينة بالضبط يعني حتى نحن نتكلم عن الحساسية بشكل عام ممكن نكون الغبرة الشمس ممكن تكون بعض المأكلات اللي بتناولها الأدوية يعني مالشرط أنه تكون خلي نتكلم بس الأزهار والأشجار طب كيف بتكون الوقاية مثلا نلبس نظرات شمسية بالضبط هلا ممكن خلال الفترة هاي نبعد عن المناطق قدر المكان فيها الأشجار والزهور مع أنه صعب كثير خصوصاً في فترة هاي بتسكسر رحلات ننستمتع بالرهياء النظارة الشمسية ضرورية جداً خصوصاً في فترة الظهر يعني لما تكون الشمس حاملة كمان الأطفال لازم نسجحهم أنهم الأول ما يروحهم من المدرسة غسلوا إيديهم ويوف الصبون غسلوا وجيهم كويس أهم شيء أنه كل الشغلات اللي بتعمل حق نلغيها حتى إذا صار فيتنا انتفاق في الحفو نحط كمادات ماي باردة أو كمادات الثلجة مدى دقيقتين ثلاثة كمان بتخفف تهيج تعجفن نعم هذا نحكي وقاية العلاجات الآن العلاج ممكن نستخدم في بعض الحالات لقطرات للتحسس زي كيف أدوية التحسس منأخذها في قطرات للحساسية ممكن نستخدمها خلال فترة الربيع كاملة لمدة شهرين ثلاثة ما لها أضرار جانبية كثير ممكن كمان نستخدم ندومة عصناعية المعروفة بالرفرش اللي هي عشان كمان تغسل العينين مرات بنستخدم قطرات الكورتزون المخففة عشان نخفف التهيج لفترة اسبوعين ثلاثة بعدين نكمل على القطرات العساسية ولفي بعض حالات تكون مستعصية نعم الحالة المستعصية ممكن نستخدم لها حبوب الكورتزون ومرات من نضطر نحقن في داخل الجفن كمان الكورتزون عشان نخفف التهيج الموجود زي ما شفنا بالصور في كمان كان في زي الحبيبات موجودة عند الداخل هاي كل ما يجي يرمش للطفل بصير تعمل حكي على الجفن فهي كل ما ننخفف ها شكرا إليك دكتور محمود البطاينة خصائي طب وجراحة العيون على هاي المعلومة أهلا وسهلا يعطيك العافية